السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نكمل هذا اليوم ما أخذناه من إثراءة نحوية في هذا المنهج منهج الأول المتوسط لغة الخالدة أخذنا أجموعة من الموضوعات من ضمنها تعرفنا على المعرب والمبني حالات الإعراب كما عرفناها سابقا هي إما أن تكون حالة الرفع أو النصب والرفع والنصب مشتركان بين الاسم فالاسم قد يكون مرفوعا ومن مواضعه كذلك أيضا قد يكون منصوبا والفعل المضارع كذلك الفعل المضارع إذا كان معربا فإن الفعل المضارع هنا قد يكون مرفوعا وأيضا من مواضعه أنه قد يكون منصوبا أيضا من حالات الإعراب الجر لكن الجر خاص بالاسم كما عرفنا في موضوع المجرورات لأن من علامات العسم قابليته للجر وهو يجر إما بحرف الجر أو بالإضافة أو يكون تابعا من التوابع إذن هذه المواضع التي عندنا الرفع والنصب مشتركان بين الاسم والفعل المضارع أما الجر فهو خاص بالاسم يبقى في حالة الجزم حالة الجزم هذه الحالة هي خاصة فقط بالفعل المضارع إذن لا يجزم إلا الفعل المضارع إذا سبق طبعا بأداة جزم ولذلك من علامات الفعل أن يكون المضارعه قابلا للجزم ومن علامات الاسم أن يكون هذا الاسم قابلا للجر أما الرفع والنصب فهما مشتركان بين الاسم والفعل المضارع علامات الإعراب علامات الإعراب تعرفنا على حالات الإعراب في كل حالة عندنا علامات إعرابية علامات الإعراب إما أصلية أو فرعية الأصلية قد تكون ظاهرة وتكون ظاهرة على آخر الاسم أو الفعل المضارع وقد تكون مقدرة بأسباب معينة وقد تكون علامات أي علامات الإعراب كذلك قد تكون فرعية نبدأ أولا بعلامات الإعراب الأصلية للفعل المضارع لأن من الموضعات التي درسناها درسنا الفعل المضارع رفعه ونصبه وجزمه فالفعل المضارع نبدأ أولا بالفعل المضارع صحيح الآخر أي الذي ليس معتل الآخر هنا هذا الفعل المضارع صحيح الآخر علاماته ستكون أصلية ولذلك في حالة الرفع العلامة الأصلية هي الضم في حالة النصب وينصب إذا سبق بآدات نصب كما عرفنا ستكون العلامة أصلية كذلك وهي الفتحة أما في حالة الجزم فإن العلامة هي السكون هذه العلامات الأصلية ولا جر عندنا لأن الفعل لا يجر ونحن نتكلم هنا عن الفعل المضارع صحيح الآخر العلامات المقدرة علامات الإعراب المقدرة أيضا في الفعل المضارع المعتل الآخر أخذنا صحيح الآخر وعرفنا أن العلامات تكون أصلية فإذا كان معتل الآخر آخر هو حرف إلا واو أو ألف أو يا فإن في حالة الرفع فالعلامة ستكون ضمة مقدرة إذن هي العلامة العراب هنا أصلية لكنها ليست ظاهرة بل هي مقدرة فمثلا تقول يدعو المؤمن ربه يدعو لاحظ هنا أن الواو لم تظهر عليها الضمة إذن كلمة يدعو هنا هذا الفعل المضارع معتل الآخر بالواو هنا ولذلك ثقيل أن تقول يدعو ولذلك سنقول أن يدعو فعل مضارع مرفوع هو مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم وعلمة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل هنا السبب لأن الفعل هذا معتل الآخر في حالة النصب أي الفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان منصوبا بأن سبق بأداة نصب كلن مثلا هنا العلامة إذا كان معتلا بالألف فإن العلامة ستكون فتحة مقدرة تقول لزميلك لن أنسى الموعد لن أنسى الموعد هنا الألف ومعتل بالألف لم نحذفها من الكلام قلنا لم أنسى الموعد لكن الألف هنا لا تظهر عليها علامة الحرف الأخير من الفعل هو الألف أنسى ولم تظهر عليه العلامة مع أن لن أداة ناصبة كما سنعرف أو كما عرفنا في الدروس السابقة وأنسى فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه أصلية لكنها مقدرة إذن علامة نصبه الفتحة المقدرة إذن هذا هو الفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان مرفوعا فضم مقدرة سواء معتل بالواو أو بالألف أو بالياء إذا كان منصوبا ومعتلا بالألف فقط فهنا العلامة ستكون فتحة لكنها مقدرة أخذنا حالة النصب إذا كان معتلا بالألف يبقى عندنا في حالة النصب أي الفعل المضارع إذا كان منصوبا وكان معتلا بالواو أو معتلا بالياء هنا العلامة ستكون أصلية وظاهرة ليست مقدرة والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة حسنتم ولذلك تقول لن يرجو لن يرجو لن يرجو لن أداة نصب يرجو فعل مضارع منصوب بلن سبقى بأداة نصب يرجو علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره لم يتعذر نطق الفتحة وكذلك ليست ثقيلة لماذا؟ لأن يرجو هذا الفعل المضارع معتل الآخر بالواو وإذا كان معتل الآخر بالواو ستكون العلامة أصلية ظاهرة أيضا الفعل يرمي الفعل يرمي هو معتل بليا سبق بأداة نصب فلن أداة نصب يرمي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فهي أصلية لن يرمي لن يرمي الطفل الحجر لن يرمي نطقت الفتحة فليست ثقيلة ولا حتى متعذرة لماذا؟ لأن الفعل المضارع المعتل الآخر بالواوي أو بليا في حالة النصب فإن علامة النصب ستكون فتحة ظاهرة فهي أصلية هذا بالنسبة للمعتل بالواو أو بليا يبقى عندنا علامات الإعراب الفرعية أخذنا علامات الأصلية الظاهرة وتعرفنا على علامات أصلية لكنها مقدرة في الفعل المضارع يبقى عندنا علامات إعراب الفرعية علامات الإعراب الفرعية في الفعل المضارع المعتل الآخر يحذف حرف العلة في حالة ماذا؟ الجزم أخذنا الرفع وأخذنا النصر يبقى عندنا الجزم ولا جر عندنا لأن الفعل لا يجر إذن هنا في حالة الجزم إذا كان الفعل مضارع معتل الآخر فعلامة الجزم حذف حرف العلة سواء كان معتلا بالألف أو معتلا بالواو أو معتلا بالياء تقول لا تنس ذكر الله أذكر المثال السابق عندما قلنا لن أنسى الموعد الألف نطقناها وقدرنا عليها العلامة لكن هنا أنت تقول لا تنس ذكر الله الألف لم تنطقها لماذا؟ حذفت الألف ما سبب حذف الألف هنا الفعل تنسى سبب حذف الألف أن الفعل المضارع هنا هو معتل الآخر وسبق بأداة جزم ولذلك هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة فالحرف الأخير هو الألف وحذف تنسى هنا السين هي الحرف قبل الأخير وهذا من الأخطاء الشائعة كثيرا ما ترى موسقات تلصق أو عبارات تكتب فيقال لا تنس ذكر الله وهذا خطأ أنت تقول ينسى الرجل مثلا موعده ينسى فتنطق الألف لكن إذا جزمت ستقول لا تنسى موعدك فلابد من حذف حرف العلة لماذا؟ لأن علامة العراب الفرعية إذا كان مضارعا معتل للآخر في حالة الجزم فالعلامة هي حذف حرف العلة وكذلك إذا كان معتلا بالواو تقول لم يصف الجو لم يصف الجو أصل الفعل مرفوعا ستقول يصف الجو بالواو يصف الجو صفى يصف كما تقول نما ينمو حذفت الواو لماذا حذفت؟ لأن الفعل هذا هو معتل للآخر وهنا بما أن الفعل المضارع معتل للآخر وجزم بلم لم أدى الجزم إذن يصف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه أحسنتم حذف حرف العلة وهو الواو كذلك إذا كان معتلا بالياء تقول لا ترمي الكرة لا ترمي الكرة لا ترمي الكرة أصل الفعل مرفوعا أن تقول ترمي بالياء ترمي رما يرمي فهياء لكن حذفت الياء لأنه مجزوم السبب هنا فعل مضارع معتل للآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة حرف العلة الألف أو الواو أو الياء فإنه يحذف ولذلك هذه العلامة هي علامة فرعية وليست علامة أصلية أيضا الفعل المضارع كذلك يعرب بعلامات إعراب فرعية إذا كان من الأفعال الخمسة ترستم سابقا الأفعال الخمسة ويكل فعل مضارع اتصل به ماذا؟ ألف الاثنين و وو الجماعة وكذلك يا المخاطبة فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ولذلك هي خمسة أفعال الأفعال الخمسة كلها في حالة الرفع إذا كان الفعل المضارع هي أفعال خمسة لكن هي أفعال مضارعة هذه الأفعال علامة رفعها ثبوت النون ليست ضمة لا ظاهرة ولا مقدرة بل علامة الرفع ثبوت النون تقول الطالبان تقول الطالبان يجتهدان كلمة يجتهدان أو عبارة يجتهدان يجتهدان فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة كذلك في حالتي النصب والجزم العلامة الفرعية أيضاً هنا علامة نصب وجزم الأفعال الخمسة هي علامة فرعية ويحذف النون تقول الطالبان لم يهملا ولن يهملا لم أدات جازمة إذن بعدها سيأتي الفعل مجزوماً إذن يهملا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه أحسنتم حذف النون أصلها يهملان الطالبان يهملان بالنون ولن يهملا لن أدات نصب مرت معنا إذن يهملا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة الفعل مضارع معرب إلا الأصل في الفعل المضارع أنه معرب الفعل المضارع معرب بشرط ألا تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة هنا إذا اتصلت به نون التوكيد سيكون مبنية وإذا اتصلت به نون النسوة أيضا سيكون مبنية ومر معنا في درس البناء تعرفنا على أن الفعل المضارع قد يكون مبنياً إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإن لم تتصل به نون التوكيد ولا للنسوة فهو في النهاية هو معرب حالاته العرابية مرت معنى إما الرفع أو النصب أو الجزم إذن حالات عراب الفعل المضارع إذا كان معربا الرفع يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم إذن الفعل مضارع إذا لم يسبقه أداة جازمة ولا أداة ناصيبة فهو مرفوع أحسنتم فتقول يفلح الصابر جملة فعلية الفعل كلمة يفلح يفلح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه هنا ما رأيكم هل هي أصلية أم فرعية أم مقدرة يفلح هي أصلية إذن علامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره حالة إعراب الفعل المضارع الأخرى هي النصب متى ينصب الفعل المضارع إذا سبقته أداة نصب ومرت معنى الأدوات النصب فتقول لن يخسر الصادق يخسر فعل مضارع منصوب منصوب بلن هي التي نصبته وعلامة نصبه هنا أصلية وهي الفتح الظاهرة على آخره أما في حالة الجزم فيجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة جزم فتقول لا تخلف وعدا لا ناهية جازمة تخلف فعل مضارع مجزوم علامة الجزم هنا السكون أحسنتم إذن هذه حالات الإعراب من الأدوات الناصبة التي درسناها درسنا أن وقلنا أنها مصدرية وناصبة ودرسنا لن وقلنا أنها ناصبة نافية للفعل المضارع ودرسنا كذلك كي أيضا وقلنا أنها مصدرية ناصبة وتفيد التعليل فإذا هذه الأدوات سبقت الفعل المضارع فالمضارع سيكون منصوبا ودرسنا كذلك بعض الأدوات الجازمة خلال هذا الفصل لا الناهية وهي حرف جزم يفيد النهي وفرقنا بين لا النافية ولا الناهية سابقا أيضا لام الأمر التي تقلب الفعل المضارع إلى فعل أمر وهنا لام الأمر هي حرف جزم يجزم الفعل المضارع ويفيد الطلب لم هذا حرف نفي وكذلك جزم فهو يجزم أيضا الفعل المضارع كما عرفنا سابقا نطبق على هذا المثال تطبيق مهم جدا كما عرفنا لا تدعو غير الله نريد أن نحلل هذه الجملة نبدأ بأول كلمة وهي لا لا كيف نعرفها هل هي حرف أم اسم أم فعل ما رأيكم هي حرف نهي وجزم أداة من أدوات الجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراض الكلمة الأخرى وهي تدعو ما نوعها فعل أم اسم أم حرف هي فعل مضارع أيضا مجزوم لأنه سبق بأداة جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أصل الفعل تدعو بالواو حذفة الواو كما مر معنا أين الفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تدعو أي أنت غير هذه الكلمة نعربها فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضائرة على آخره وهو مضاف درسنا موضوع الإضافة إذن كلمة غير مضاف إذن سنقول لفظ الجلالة تأدبا مع الله نقول لفظ الجلالة لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره هنا أصلية الكسر الظاهرة تحت آخره نأخذ أيضا مثالا آخر لن أخلف الوعدة لن هي أداة ما رأيكم هي أداة نصب إذن هي حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من العرب بما أنه حرف نصب إذن كلمة أخلف ستكون فعل مضارع منصوب أحسنتم وعلامة نصبه الفتحة أصلية هنا الفتحة الظاهرة على آخره لن أخلف من الذي يخلف والفاعل ضمير مستاتر تقديره أنا المتكلم لن أخلف أي أنا كلمة الوعد سنعربها ونقول لن أخلف الوعدة إذن الوعد وقع عليها فعل الإخلاف إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أيضا نطبق على جملة أخرى لتخلصوا في العمل هنا عندما نفكك هذه الجملة العبارة الأولى لتخلصوا كم كلمة لتخلصوا؟ ما رأيكم؟ نبدأ أولا باللام لام الأمر وهي أداة من أدوات ماذا؟ الجزم إذن هي حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب إذن الكلمة التي بعدها ستكون وهي تخلصوا ستكون ماذا؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة في تخلصوا كتبنا بعد الواو ألف هذه تسمى الألف الفارقة تفرق بين واو الجماعة الضمير وبين الواو الأصلية التي من أصل الكلمة أو الواو التي هي علامة إعراب جمع المذكر السالم فإذا حذفت النون سنكتب ألفا فانتبه لهذا واو الجماعة ضمير متصل بمبني على السكون في محل رافع فاعل إذن هذه هي واو الفاعل ثم بعد ذلك في هي أيضا من حروف ماذا؟ الجرح سنتم درسناها حرف الجرس يأتي بعده اسم من فعل؟ ما رأيكم؟ العمل إذن كلمة العمل هي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره بهذا يكون الدرس قد انتهى وفقكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد